إلى تطورات منفل الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها على محاولة السيطرة على منطقة دوناستيك بالكامل جاء ذلك غدت أعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ضم أجزاء من أراضي الأوكرانية لروسيا بعد استفتاء أجرته الأيام الماضية ربما يختلف العسكريون بالشأن المتفوق في الصراع بين كييف وموسكو لكن الجغرافيا تعلنها صريحة بالتفوق الروسي أكمل سيطرته على 19.4% من الأراضي الأوكرانية ففي سيناريو شبه متطابق ضمت موسكو خمسة أقالي من أوكرانيا إلى أراضي روسيا الاتحادية البداية كانت بشبه جزيرة القرم عام 2014 التي انضمت حينها لروسيا إثر استفتاء لتقرير المصير والقرم شبه جزيرة سياحية وزراعية مكنت لجيوش موسكو نفاذا إلى البحر الأسود ومنه إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط وبعد نحو ثمان سنوات ها هي روسيا تجني ثمار عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا والتي شنتها على خلفية مخاوف تتعلق بأمنها القومية وذلك بإعلان ضم أربعة أقاليم هي لوهانسك ودونتك وخيرسون وزابوريجيا عقب تنظيم استفتاءات جرت وسط غضب أوكراني وغربي جامح لوهانسك ودونتك كان يتواصل فيهما منذ 2014 نزاع بين الانفصاليين المولين لموسكو والقوات الأوكرانية وفي فبراير 2022 اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما معطيا إشارة البدء لعملية عسكرية على أوكرانيا لإنقاذ الشعوب الناطقة بالروسية مما وصفه بالإبادة أما زابوريجيا فهي إحدى المناطق التي دخلت تحت العالم الروسي أيضا وبها أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا وأخيرا خرسون الواقعة في أقصى غرب المنطقة وتتميز بأهمية كبرى للقطاع الزراعي بتلك الخطوة أصبحت روسيا أمام فرصة لأحداث شريط موصول بين كافة المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا بما في ذلك القرم حتى الأراضي الروسية أما أوكرانيا ففقدت بالخطوة ذاتها نحو 15% من أراضيها وجزء كبير من ثقلها في المعركة في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من أحداث أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية الموافقة على فرض عقوبات على شخصيات روسية مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين وقالت الوزارة أن قائمة العقوبات تشمل أطفالا وأقارب آخرين لبوتين ومقربين منه وممثلين عن النخب والسلطات الإقليمية في روسيا كما تشمل قائمة العقوبات الأوكرانية ممثل القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية وممثلي حكومات لوهانسك ودونستك والسلطات الاحتلال في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي وقادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية والعاملة في المناطق المحتلة من أوكرانيا قال متحدث باسم الجيش الأوكراني في الجهة الشرقية السيرهي شيفاتي أن أوكرانيا حصرت القوات الروسية حول معقل شديد الأهمية لموسكو في بلدة لمان في شرق البلاد وأضف أنه يوجد في لمعنى أكثر من خمسة ألف جندي روسي مشيرا إلى أن عدد القوات المحاصرة قد يكون انخفض بسبب الخسائر في صفوف الجنود الذين يحاولون الفرار من الحصار أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن السلطات الروسية أبلغتها بأن مدير محطة دابوريجيا النووية محتجز مؤقتا للاستجواب كانت روسيا قد اعتقلت المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا إيغور موراتشوف الواقعة تحت السيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا كذلك وفق ما أعلنته شركة الطاقة النووية الأوكرانية عثر على جسس 20 شخصا بعد هجوم استهدف قافلة سيارات تقل مدنيين قرب بلدة كوبيانسك في شميل في شمال شرق أوكرانيا جاء ذلك بحسب ما أفاد حاكم منطقة خاركييف وقال إنه بحسب المعلومات الأولية فقد تم قتل 20 شخصا في السيارة حيث هاجم المسلحون مدنيين كان يحاولون الفرار من القصف أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن روسيا تواجه مشكلة نقص في الذخائر لسيام الصواريخ عالية الدقة أضافت أن هذا يدفعه إلى استخدام صواريخ مصممة لإسقاط أهداف جوية لضرب أهداف أرضية وقالت وزارة الدفاع البريطانية أنه لوحظ أن القوات الروسية هاجمت بالأمس قافلة من المركبات المدنية تعمل لإجلاء المواطنين من زابوريجيا ومن المحتمل أن يكون قد تم استخدام صاروخ دفاع جوي روسي بعيد المدى أعلنت شركة جازبروم الروسية البدء في بحث سبل إصلاح الضرر الذي لاحق بأنابي بالسيل الشمالي بعد الحادث الذي أدى إلى تصرب الغاز في بحر البلطيق وقال المتحدث باسم شركة جازبروم سيرجي كوبرنيوف أنه لا يمكن الحديث حاليا أعلن لقوف اللازم أو الوقت اللازم لاستعادة إمدادات الغاز مضيفا أن عملية الإصلاح تمثل مهمة تقنية صعبة للغاية أشار إلى أن أوروبا فقدت أحد الطرق الرئيسية للحصول على موارد الطاقة لمدة غير محدودة بدأ الغاز يتضفق إلى بولندا من خط أنبيب البلطيق الجديد من النرويج عبر الدنمارك وبحر البلطيق وذلك بحسب مشغل خاص لأنبيب الغاز البولندي جاز سيستم يعد خط الأنبيب محور استراتيجية بولندا لتنويع إمداداتها من الغاز بعيدا عن روسيا وقد بدأت بولندا في تلك الاستراتيجية قبل سنوات من تحركات موسكو العسكرية في أوكرانيا وذلك في فبراير مما تسبب في أزمة طاقة عالمية بدأت اليونان وبولغاريا في التشغيل التجاري لخط أنبيب الغاز وينتظر أن يساعد في تقليل اعتماد جنوب شرق أوروبا على الغاز الروسي وتعزيز أمن الطاقة وسيدعم خط الأنبيب بولغاريا التي تبدل جهودا مضنية لتأمين إمدادات الغاز بأسعار معقولة منذ نهاية إبريل هذا وتقلست أو قلست روسيا إمداداتها للغاز إلى أوروبا بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب عملياتها العسكرية بأوكرانيا مما جعل دول الاتحاد الأوروبي تسارع لتأمين إمدادات بديلة واسترتفاع للأسعار أكد البنك الدولي أنه سيقدم 530 مليون دولار إضافية لدعم أوكرانيا ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي قدمها البنك إلى 13 مليار دولار مع استمرار الغزو الروسي للبلاد أضافها للبنك أنه تم حتى الآن صرف 11 مليار دولار بالكامل من إجمالية المساعدات البالغة 13 مليار دولار لأوكرانيا هذا وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في أوروبا الشرقية أرب بانرجي قال إن أحدى التحليل للبنك الدولي يقدر التكلفة الإجمالية طويلة الأجل لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا على مدى السنوات الثلاث القادمة بما يزيد عن 100 مليار دولار مدى السنوات الثلاث القادمة مدى السنوات الثلاث القادمة ترجمة نانسي قنقر